لايحة وجاية طيب نادي الوطنية والدور الملهم بالمناسبة اي نادي في مصر لازم يبقى نادي وطنية والوطنية لا هي لوحة ولا يفطى ولا ادعاء كل نادي على ارض هذا الوطن عليه التزامات تجاه هذا الوطن دي مسألة قولا وحدا ومحدش يقدر يحتكرها لا يحتكرها ولا يمنحها على الاخرين يعني مش انا لما بقى انا نادي الوطنية انت خلاص ما خدتهاش خلاص انت بقيت نادي للسعمار البريطاني ده مش درع الدوري ده قصة تانية ده قصة تانية وعلى فكرة يعني بمناسبة عاديين تفسده فرحة الزمالك ده اللي عايز يفسد الفرحة هو اللي ما بيقدمش الجاجة لحد النهاردة مش انا ده انت احتفلت ولفيت وتصورت ومبروك وده حقك بالزبط ولازم ده قده اللي يتم بالزبط الاحتفال في الملعب بالزبط في اللحظة بالزبط في لحظة الفرحة صحيح مش كل سنة الايه سبتعملولو فيلم قصة بنعمل درع جديد قصة بنشتري جواز جديدة قصة حنعملكم حفلة في خمس نجوم وما تودقون نظر الاوبرا نحتفل بالبتاع ده نسمع اوبرا عايدة وكا ايه الكلام ده يعني حاجة دور مع اوبرا عايدة ايه ده ايه ده ايه صحيح ده وبعدين وده بس هم نسيهم لده ما يقتلش الفرحة اه الاهل تعاون ما بيفرحش فرحة استرية لانه امر متكرر انا بطلع الاول على على الفاصل على المدرسة على حاجة لما بطلع الاول ما بطرش من الفرحة غير ان انا لما اكون مثلا بنهافث وبعدين مرة رح تطالع الاول لا ده حدث فهنا الاهلي مش ممكن ما تقول يعني مش فرحة مش الفرحة العريبة بدليل انك انت وجمهور الاهلي دور عمال بينتقد وعمال بيتكلم وعايز اكتر من كده مش شبعان مش مختنع عايز اكتر نادة الوطنية والدور الملهم الاهلي ملهم نادة الوطنية هو النادة الذي نشأ في احضان الحركة الوطنية وبفكر ورغبة وفكرة رجال الحركة الوطنية في وقتها في مصر عنده دور بيقديه بيقديه دون ناشى على فكرة تمصير الرياضة تمصير الرياضة منافسة الفرق الاجنبية والاستعمار الانجليزي وتحقيق الفوز ما دي اهدف وطنية استاذ براي الدور الملهم للاهلي هو لابنائه ولجماهيره ومحبيه في الحفاظ على النصر في الرغبة في الفوز في ارادة الانتصار في القيم الرياضية في السلوك الرياضي في اللي اخرها الاسبوع اللي فات انه اتنين لعيبة بيمثلوا الاهلي في بطول التنس الطاولة في المغرب يحصل موقف بينهم وبين بعض حد شوية يبقى القرار انهم ما يرجعوا يرجعوا حفاظا على صورة النادي واسم النادي الاهلي فكون النتيجة دفاعا او اتساقا مع الدفاع عن هذه المبادئ والقيم يكسب الاهلي اللقب العربي في تنس الطاولة رغم هذا النقص ده اللي عمله الكابتن محمود الخطيب اللي اسبوع اللي فات هو ده الدور الملهم لكل محب النادي الاهلي زي الدور الملهم تسمعلي في الحجة دي قبل ما تنتقل اللي حاجة عشان اقولهم يعني ايه ليه احنا بنقول ان ده التصرف يصب في صالح الوطن هو انت لما تسحب اتنين لعيبة من ست لعيبة في بطولة ألم تكن هذه الحادثة حديث البطولة بالزبط يعني انت فاهم ان محدش علق عليها هناك ومحدش اندهش ومحدش قال لي ايه الجرأة دي ومحدش قال لي ايه اللي بيعملوا الاهلي ده ده الاهلي رمى طوبة البطولة ده الاهلي اه اه فرغ فرقته من عنصرين مهمين وحيخد البطولة وحيخد البطولة 35% من قوة الفريق مشيد صحيح يرجع بالبطولة طيب لما يكسب بقى البطولة يبقى ده عمل ايه صب في مصلحة الوطن طبعا هو ده الحفاظ على صورة الوطن وقيمة مصر هيتقالك ايه نادي الاهلي المصري والمصرين في الاحداث القادمة شوف عملوا ايه لما حصل خطأ عندهم ولم يعبقوا هو ده الدور الملهم هو ده دور الملهم زي بالضبط ما كابتن صالح عليه رحمة الله اللي بتحل هذه الايام ذكرى ميلادي في جنوب افريقيا وهو بيتسلم درع نادي القرن العشرين في افريقيا يقول لهم بمازحا او على الاقل مستشرفا لمستقبل الاهلي اننا اتمنى نكون هنا ونكرم الاهلي نادي القرن الواحد وعشرين في القرن الجديد فيفضل الاهلي حتى الان في هذا التصنيف على رأس الاندية مش بس المصرية او الافريقية الاسبوع ده العالمي ميرور البريطانية وهي صحيفة عريقة جدا سبقت نشأة الاهلي باربع سنين تركز على تصدر الاهلي لقائمة الاندية العالم هو ده الدور الوطني اللي بيحافظ به الاهلي على اسم بلده تأكيدا على كلامك هو لما رباع ولا لعيب في الدارة الولمبية بيكسب بطولة بنفرح ليه لانه بيرفع على مصر ويعزف السلام الوطني ويعزف السلام الوطني الاهلي عندما يحقق هذه الصدارات العالمية المتكررة اللي كل شهر بيجي لنا او اسبوع دلوقتي بيجي لنا انتصار يحققه النادي الاهلي اليس تازيه انتصارات للوطن طبعا طبعا ولما يكون الرئيس السابق للنادي الاهلي بعد ما يترك منصبه كابتن حسن حمدي بنى الدين الصحة يكرم بافضل رئيس نادي في افريقيا هذا الاستحقاق الزهبي كان لكابتن حسن حمدي بوصفه كان ايه رئيس النادي الاهلي المصري فيطلع افضل رئيس نادي في افريقيا هو ده هي ده قيمة النادي الاهلي وده دور النادي الاهلي ازاي تشرف بلدك وزاي يقول لك هذا الحضور الكبير برا وانت على رأس مش الاندية المصرية ولا الافريقية انت على رأس انديت العالم شوفوا الالعاب الافريقية الاخيرة في المغرب هذا الدور الوطن الكبير اللي لالي لعبه في خدمة بلده في عدد الابطال اللي حصلوا على ميداليات مش هان يموروا بس ولا احمد خالد بس ولا السباحة ولا الالعاب القوة ولا بقية الالعاب في كل الالعاب التمثيل الاكبر والاكثر للنادي الاهلي وابناء النادي الاهلي وده الاهلي لا يمن على بلده بلده هي صاحبة الفضل عليه بس ده دور الاهلي بيقديه فمن فيش حد من حقه يتقس هذا الدور بيحسن اداءه وبيدي مكافآت لابناء نظير تمثيلهم الوطن بشكل مشرف زي ما قلنا لكم في البداية رئيس النادي الاهلي كابتو محمود الخطيب وهو له حضور مشرف مع انفنتينو رئيس الاتحاد الدولة لكرة القدم واحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي هو ده الظهور المشرف هو ده الظهور المشرف اللي بيعلي قيمة الاهلي المصري وهذا الخضور الكبير ويجي لدائما وابدا الاعتراف والاشادة مش من محب الاهلي في الداخل ولا من المصريين من حتى المعلقين العرب الاشقاء شوفوا كلامهم عن النادي الاهلي شوفوا صورة النادي الاهلي اللي بينقلوها وهم للناس اللي برا نفكركم بالصديق العزيزة صام الشوالي وكلامه عن النادي الاهلي مع الزملاء خالد ياسين نبيل هو نادر الاهلي تراجع ايش خاصك الناس كل ما تراجع مثل الاهلي 2012 شمبيونز ليج 2013 شمبيونز ليج 2014 كاب 2013 و2014 سوبر ضايع كان السوبر ضد ستيف ومضربية ترجيح خمسة القاب من ستة ومتراجع ما اللي لي مش متراجع شي اعب حسيم غالي ياريتهم الكل كيفك ياهلي دمشي كورا من نجيب يعني ايش هادة ده لو حديث ثاني بيقولهم يعني لو لو وجود الاهلي كان للاندية التلوسية شاءنا اخ يعني هو انت وده اللي انا عايز اقوله نرجع تاني للمسل بتاع الابطال الولمبيين او الابطال العالم او الابطال في المحافل الدولية الاهلي عندما يحسن تمثيل مصري هذا يتصخ مع اهداف الدولة هذا دور وطني الاهلي عندما يكبح يجزم غايزه بمسؤوليه باعلامه بالناس وينضبط ويلتزم وهو بيتم التجاوز اليومي اليومي ضده الخطيب يروح يتكرم يهاجم الخطيب يروح يبقى سفير فوق العادة يهاجم الخطيب اي حاجة عملها الخطيب يهاجم المرة الوحيدة اللي انا يهاجم فيها لما دخل قط العمليات قط العمليات اه قط العمليات اه بعد كده كل هجوم فيما ليس له مناسب حتى مفيش مناسبة مش مثل خطيب قال تصريح مش مثل حد قال له خليك زي فلان فهو مفيش اي علاقة بين ان افوز بالكاس واطلع هاجم رئيس النادي المنافس فلما يقابل كل هذا التجاوز وكل بضبط النفس ويقابل بالهدوء والحرص على عدم افتعال ازمة يدفع تمانها المجتمع هذا دور والله ده دور وطني طبعا ده دور وطني وده يقودني ان انا اطلب من الجميع يهل المغند مغنى وجعند ايه اسكوت لله نهدى كلنا بقى ياريت نتجاوز نحط بقى خط كده ونبدأ نادي الزمالك نادي كبير وان تكون رئيسا لنادي الزمالك يا سيد زبريم دي حاجة كبيرة ما انتش محتاج انك تناضل علشان يبقى لك مكانة انت صاحب مكانة لمجرد انك رئيس نادي الزمالك ما تهجمش احد جرب جرب ما تهجمش احد جرب انك انت ما تجيبش سيرة المنافس بدون منافس بدون مناسبة هو انت لما هو الافهات صعبة يعني احنا مش ناس بقى في سننا دي وفي قيمة وقامة رئيس نادي الزمالك عند مجل الشعب نجاحات كتيرة في محامي مشهور لما تيجي تقول ايه فلان وفلان دوريا وسكينة يعني يعني احنا اكبر مننا نقولك عباس الزفر والبازة فاندي دي افهات ما ينفعش نقولها يعني سيبها لناس تانية في مجالات اخرى لكن عندما نكون مسؤولين نراعي الشارع العام ونراعي الشباب اللي احنا بنطلعه نقدمه رياضيا ونراعي الناس اللي في المدارس اللي بتاخد كل كلمة مننا يتتعامل معاه يبقى كل مدارسة المشاغبين او ناس توقف تحيي العالم وتفكر في مصلحة بلادة وده اللي بيعملوا النادى الاهلي وده اللي قال عليها حفظ دراجي المعلق الجزائر الشهير نسمعه سؤال من زياد دوت محمد دوت تسعين ما رأيك في الاهلي المصري ارجو الرد هل يحتاج الاهلي الى رأيها سيدي اهلي هو واحد من اساطير النوادي في العالم ليس فقط في مصر ولا في عالمنا العربي الأهلي بشعبيته بتاريخه برصيده بثباته في كل مرة ولو أنه ليس في حسن أحواله هذه السنة هو معناه ايه ان القامات الاعلامية الرياضية عندما يأتي الحديث عن النادي الاهلي يعني يتم الحديث بهذا الاحترام وهذا التقدير الصادق النبع من القلب انك انت فعلا تستحق هذا محدش بيجاملك هم شايفينك كده ده حجمك في عيونهم وفي قلوبهم وعلى الاهلي نستمر على هذا وعلينا طيما تيجي نبتدي احنا كده ونسيب بقى اللي خصنا عايزين دي النتية ده أستاذ برايك مستحيل الموسم الجاي يستمر على هذا النحو المستمر من التجاوز والتراشق مستحيل بتكون النتيجة النهاردة الناس بتتكلم هو المطش الجاي بقى بجمهوره ولا لا بعد ما كنا خلاص بنقول لازم يبقى الجماهير تحضر والاهلي لحد الوقت ما غلطش عشان يحرم ممهوره الحقيقة يعني كنا نتمنى ان يبقى فيه وقت نكمل مع حضراتكو كتير من الأشكال اللي ظهر فيها الأهلي ومسؤولوه وأبنائه فيه مناسبات كتيرة جدا هم أكثر حرصا على تشريف هذا الوطن هم أكثر غيرة في الدفاع عن قيم وسوابت وصورة هذا الوطن هم أكثر تحملا لكل هذه الإساءات اللي بتحصل فقط من أجل مراعاة مشاعر الجماهير الحفاظ على حالة السلم الرياضي والاجتماعي لأنه هو ده الدور والسهل جدا الانزلاق والانفلات الصعب جدا الانضباط والالتزام عشان كده ده الدور الملهم من النادي الأهلي لعشاقه وجماهير إنهم ما يتحملوا يتحملوا علشان فعلا تفضل دايما وابدا الرياضة بصورة القيم اللي حتى الأستاذ حسن المستكاوي النهاردة متكلم عليها في الشروق إنه ليه يا جماعة انتم مش عايزين تاخدوا بالكو إن ده رياضة هي ليه الناس مش عايزة يعني حتى تتكلم قالك طب الزمالك عمل ممر شرفي البرامدز وبرامدز عمل ممر شرفي للزمالك هل لو كان المقاولين وهو الأهلي بيتوك بطل المقاولين عمل ممر شرفي للأهلي الناس دي كانت هتسكت ولا هي المصيبة إنه تحصل حاجة للأهلي في تصحيح جالي للوقت أه أستاذ محمد العاد اللي باحت رسالة أه الكابتل الخطيب بتهاجمه وفوط العمليات أنا تخيلت فوط العمليات يعني تخيلت إنه ده يكون مستحيل حتى الدرجات ما بيقول نقلا من شوارب صحيح زي ما بقول لكم يفضل هذا الالتزام وهذا الانضباط لكن الأهلي ناد الوطنية والزمالك ناد الوطنية والإسماعيل والاتحاد والمصر وكل ناد شعبي له أفراد مرتبطة عنده هذا الدور لازم وكل الأندية وغير الشعبية تكون أندية الوطنية وإحنا بنلعب مش لمصلحة لهذا الوطن بالضبط والتحسين سورط المصري والإنسان المصري أمام العالم كله طبعا ده هدف من الأهداف اللي بنمرس عشان الرياضة ونديرها لا يمكن يكون هدف تاني أنا أتحدى في العالم كله لو النموذج اللي موجود في مصر ده والعيشة اللي إحنا عايشانها دي في المناخ الرياضي موجودة في حتة تانية في العالم أتحدى أن يسمح أحد أن يكون هذا التوتر وهذا التجاوز بلا حساب باستمرار إلا في مصر بلا حساب ما هو قولي هاتلي حتة في العالم ممكن يحصل فيه هذا الكلام بانتظام بدون حساب ده كلمتين بيتقالف ومدرج يعتبروها تمييز عنصري الدنيا بتتقلب كرسة الله عايزين نوصل لدي هو ده اللي يدي لك الرقي أن الغلطة الصغيرة تبقى كبيرة مش أنها دي غلطة صغيرة لا أنت آه نرجع تاني هو كامتين شكابال ممكن ما قالش حاجة ببقه لكن كان الميسرو اللي دي تعزف عليه الجماهير أنغمها في سباب الأهلي يعني مش عابدة لعيب كبير لعيب حاجة حلوة لكن لما بيعمل كده وإحنا بنتكلم لأنه أولاً وإحنا حتى بنتفائل للاتحاد الجديد اللي حيناها على مرسم قرعة الدوري والشكل واضح أنه فيه انضباط وفيه رغبة في أن احنا نتغير فعلاً وإحنا كنا أكثر المتحمسين ولازلنا وسنبقى في دعم هذه اللجنة المؤقتة لأنه عندها فرصة تاريخية أنها تنهض بالكرة المصرية لكن في نفس الوقت قلنا لهم وبنكررها دايماً وأبداً حنبص بعين المراقب أنت بتقرر بناء على إيه أنت بتصدر عقوبة بناء على إيه سواء للزمالك أو على الزمالك للأهل أو على الأهل وحتلاقوا في قادم المرات أي قرارات تصدر هنحاول نبص لها بعين المراقب اللي نتمنى أنها تكون نتمنى أن لا يخطأ أحد مننا للأهل للعيبة أو جماهير أو دارين أو عناصر لكن لو أخطأ وتحاسبه مش هنزعل وحنقول أنه يستحق العقاب